يبحث سعد عن قطعة أرض لبناء منزل له ولعائلته فوجد عروضا كثيرة كان من ضمنها أرض طولها 40 متر وعرضها 30 متر وأيضا أرض آخر أرض طولها 50 متر وعرضها 20 متر وكان لهم نفس سعر البيع 500 ألف ريال بمعنى الأرض الأولى سعرها 500 ألف ريال والأرض الثانية سعرها أيضا 500 ألف ريال السؤال أيهم أفضل؟ هل العرض الأول أفضل أم العرض الثاني أفضل؟ حتى أتعرف على أفضل العروض لابد أن أأتي بمساحة الأرض الأولى ثم مساحة الأرض الثانية ثم أقارم بين المساحتي يعني إذا كان لهم نفس السعر فأنا أبحث عن المساحة الأكبر إذن إذا أخذ الأرض الأولى أرض طولها 40 متر وعرضها 30 متر هذه الأرض الأولى لنأتي الآن بالمساحة المساحة تساوي الطول ضرب العرض إذن طول الأرض الأولى 40 متر إذن المساحة تساوي الطول 40 متر ضرب عرضها أيضا 30 متر إذن المساحة الأرض الأولى مساحة الأرض الأولى تساوي 40 ضرب 30 ألف ومئتين متر مربع الآن لنأتي بمساحة الأرض الثانية أو العرض الثاني يتكلم عن طول 50 متر وعن عرض 20 متر فكم مساحة هذه الأرض؟ إذن المساحة تساوي طول ضرب العرض هذه الأرض طولها 50 متر إذن المساحة تساوي 50 ضرب عرضها أيضا 20 متر إذن المساحة هنا تساوي 50 ضرب 20 ألف متر مربع عندي هذه الأرض مساحتها ألف ومئتين متر مربع وهذه الأرض مساحتها ألف متر مربع أيهما أكبر؟ مساحة الأرض الأولى أم الثانية؟ سنجد أن مساحة الأرض الأولى هي أكبر ألف ومئتين متر مربع ولهم نفس السعر إذن هذا العرض هو العرض الأفضل الأرض الأولى التي طولها 40 متر وعرضها 30 متر وشكرا